الشرعية تقاوم الانصياع لإملاءات حوار جدة غير المباشر حتى الآن لا تلوح في الأفق معالم واضحة عن الخاتمة التي يتطلع التحالف السعودي الإماراتي إلى الوصول إليها عبر هذا الحوار يأتي ذلك فيما تواصل الرياض بدل مساعيها الحثيثة بغية التوصل لاتفاق لا يراه المراقبون سوى وسيلة مهمة لإعادة تكييف انقلاب العاشر من أغسطس في عدن تتفق الرياض ولندن على أن عودة الحكومة الشرعية إلى عدن مرهونة بالتوصل إلى هذا الاتفاق لكن مقابل عودة مشروطة كهذه سيحصل الانفصاليون على الأرضية قانونية جديدة أخطر ما فيها أنها ستجعل من أي حرب قادمة مع الشرعية مبررة وفي إطار حق استعادة الدولة المزعومة مضى شهر كامل حتى الآن وما يسمى برئيس المجلس الانتقالي ورفاقه يتواجدون في جدة ولا جديد إلا في الملامح التي يبدو عليها هذا السياسي الذي زرعته الإمارات في عدن حيث يظهر خلال أنشطته النادرة في هذه المدينة السعودية وكأنه مندوب إماراتي في مهمة مؤقتة تتعلق بطموح ذلك البلد في الهيمنة على جنوب اليمن وفي تصريح يكشف حاجة أبو ظبي إلى إنجاح ما بات يعرف بحوار جدة عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في تغريدة الله عن تقدير أبو ظبي ودعمها الكامل لما وصفها بالتفاصيل الكاملة للجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصفي ومواجهة الانقلاب الحوثي داعيا إلى إبداء المرونة والحكمة لضمان عدم العودة إلى الوضع السابق وللخروج بجبهة أكثر قوة وتماسكا وعزما جريدة الشرق الأوسط غطت وعلى غير العادة المساجلات الدائرة حاليا بين مسؤولين في الحكومة الشرعية والانفصاليين على خلفية الهجوم المنسق الذي يشنه الانفصاليون على الرئيس هادي الذي رفض على ما يبدو مقترحا بمنح الانتقال مناصب في الحكومة الشرعية قبل عودة الأوضاع إلى سابق عهدها بما في ذلك عودة الحكومة إلى عدن والانسحاب من المعسكرات ونقلت الصحيفة عن وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني تصريحات رسمية اتهم فيها الانتقال بالتنسيق مع الحوثيين مبديا في هذا السياق انزعاجه من استهداف القيادة والتحريض على الشرعية ورأى أن تزامن هذه التحركات يضع علامات استفهام حول طبيعة العلاقة ومستوى التنسيق بين الطرفين بشأن مخطط إسقاط الدولة وإعادة تقسيم اليمن لصالح طرفي الانقلاب ترجمة نانسي قنقر